وانت ايضا ذكرت موضوع النقد الذاتي ما تكلمنا عنها نعم النقد الذاتي مسألة كثير مهمة في الاستنهاض بالوعي يعني اذا كنت قادر على انك تنقد نفسك فاحتمال انك تكون انسان واعي احتمال كبير بس اذا كنت مو مستعد تنقد نفسك او الدولة مو مستعدة تنقد نفسها او الشعب مو مستعد ينقد قادتها فالخط مسدود امامهم للارتقاء بالوعي الا 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 انا ضربتلك مثل التقرير تقرير مع الاجرانات الاسرائيلي اسرائيلي هزيمة ثلاثة وسبعين الاسرائيلي هزيمة ثلاثة وسبعين واشلون لجنة الكنيسة هذي طشت التقرير مع الصحوف مع القدو الناس قلوا يقولون تقرير ليش احنا نهزمنا في هالثلاثة ايام ليش السادات داس فينا دوس في هالثلاثة ايام ليش انقتلوا خمسمائة ضابط وصف ضابط من الجيش ليش وليش وليش وسيلة طويلة عريضة الناس قاعدة تقرأ التقرير اللي هو رسمي رسمي وقائم على نقد ذاتي نقد ذاتي احنا في الكويت صار عندنا غزو الدولة كلها نشاطبت الكويت كلها نشاطبت من الخريطة لمدة سبعة شهر قاعدنا مشردين برا او معذبين في الداخل والله تقرير في مجلس الامة حتى الان لم يعمم التقرير ليش لانه اكو جهات ما تبين الناس تعرف شي اللي صار شي اللي صار هنا ندخل في موضوع الحرية حرية المعرفة حرية العلم بالشي حرية الفهم ما يبوننا نفهم يبوننا اتباع يبوننا افداوية ما يبوننا نفهم هذا ينطبق على الحكومات العربية كلها ترى مو بس على ربعنا لا ربعنا مقسلين مزمزم بعد لا الباجي لا فحرية العلم وحرية الفهم حرية وحرية النقد مضمونة مضمونة عند العدو الصهيوني العدو الصهيوني وغير مضمونة عندنا ترجمة نانسي قنقر